بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهل وسلام بحضراتكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسعادة بعد الفيديو اللي فات اللي احنا عملناه بشكل استثنائي واسناء العرض الاول بتاعه فانا كنت يعني بتابع التعليقات بعد العرض ما خلص فمن ضمن التعليقات اللي استوقفتني وطبعا فيه تعليقات كتيرة جدا ايجابية احمد الله عليها يعني اكتر من تمانين خمسة وتمين في المية من تعليقات حضراتكم هي ايجابية ومؤيدة لكل ما قلناه وقدمناه لكن طبعا كان فيه تعليقات لجان وما شابه طبعا يعني فاهمين احنا الكلام ده خلاص وعارفين الاكلاشيهات المحفوظة ما بعضها البعض بقى تنفهومة جدا لكن يعني استوقفني تعليق كان مميز شوية من في اسلوبه واسلوب الكتابة بتاعته حد بيعرف يكتب يعني وتاني يوم على طول لقيت فيديو خارج من احد صراصير محمد عيسى داود بنفس العنوان او بنفس المصطلح اللي استوقف في التعليق اه كاره للجيش وبيوقع الفتنة وا مش عارف ايه انا كاره للجيش محمد عيسى ابراهيم علي احمد كاره للجيش طيب عموما يعني بعيدا عن ما ان احنا نقود نذكر الناس بان العبد الفقير الى الله وان القناة المتواضعة دي من اكتر الناس اللي اه يعني اثنت على القوات المسلحة المصرية ومن اكتر الناس المحبة والمتحمسة للقوات المسلحة المصرية من اكتر الناس اللي دايما بتعلي من شرف ومن قيمة المؤسسة مؤسسة القوات المسلحة المصرية وعلى مدار سنين وسنين مفيش حاجة في ارشيف القناة دي اه بتهاجم القوات المسلحة او بتقلل منها او اه ما شابه بل العكس هو الصحيح احنا دايما بفضل من ربنا بنبرز قيمة القوات المسلحة بفضل من ربنا دايما بنسلط الضوء على بطولاتها وعلى تاريخها وعلى ابطالها على مر السنين ده بخلاف ما استعرضت وانا قبل كده من علاقتي انا بالقوات المسلحة المصرية فهقول تاني واذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين لان في ناس طبعا مخها اه تعبان وفي ناس بتنسى وفي ناس ما بتاخدش بالها وكده فلن نرجع نذكر تاني العبد الفقير الى الله عمه الكبير هو سيادة اللواء اركان حرب محمد ابراهيم علي مدير سلاح النقل في حرب اكتوبر تلاتة وسبين وهو احد اعضاء تنظيم الضباط الاحرار في يوليو الف تسعمية اتنين وخمسين وانا سبق وقدمت المستندات التي تدل على ذلك. اه خالي الاوسط اه اه نقيب شهيد احمد حمودة عبدالله في سلاح النقل ايضا استشهد في اه تسعة اكتوبر الف تسعمية تلاتة وسبعين. خالي الاصغر ملازم اول او يعني اه اللي ارحمه بقى عندما اه توفاه الله كان خرج على رتبة عميد هو بحرية تجارية فيعني اه ما يوازي العميد. اه اه اثناء الحرب ملازم اول احتياط انور حمودة عبدالله احد ابطال الحرب واحد المشاركين فيها وله بطولة خاصة هو وقائده بانهم استطاعوا ان يأسروا تلاتاشر كلبا من كلاب العدو وهم مجردين من السلاح خالي اللي رحمه الله عليه وقائده كانوا معهمش سلاح لانهم قبل اصل سلاح اشارة وكانوا في المركز الرئيسي في القاهرة وراحوا يوم صد رد كده يعني زي انتداب او اه رايحين لمهمة معينة واسناء المهمة دي حصل اه كمين واشتباك وما شبه فما كان عليهم ان هم اشتركوا اه اشتبكوا وقاموا بأسر تلاتاشر كلب من كلاب الصهاين. اه ابن خالد والدتي هو اه احد شهداء حرب اكتوبر ايضا بردبة رائد رأفة خليل حافظ وهو احد المكرمين من الرئيس السادات في حفل تكريم ابطال اكتوبر. منح اسماء الشهيدين الاتيين بعد نوط الشجاعة العسكري من الطبق الاولى وهما من ابناء اعضاء مجلس الشعب. نقيب رأفة خليل حافظ. ابن خالي واخي في الرضاعة هو الان عقيد عامل بالقوات المسلحة المصرية. ده بخلاف اخرين في عائلة والدي وعائلة والدتي لهم يعني صلة وعلاقة بالقوات المسلحة لكن انا حبيت ابرز الاهم والاقرب. عشان بس اوضح اه يعني ارد على التفهات والهبل اللي محمد عيسى داود وصر اصيره بيحاولوا دايما يصدروها للناس والاكاذيب المستمر. وانا كان نفسي فات الشرخ بعد ما كوا شعره ولبسوه اه بليزر من وكالة البلح واخدى الاسكريبت من محمد عيسى داود كان نفسي قوله يا دكتور عايزين كلمتين منك بخصوص حادث رفح لكن احنا لا اسمعنا كلمة لصوت داود ولا اسمعنا صوت حد من صرصيره. اه ولا في اي نوع من الحيمية اه للدفاع عن الجيش اللي انتو بتحبوه مش انتو بتحبوه الجيش وحناس بنكره الجيش? طب ما خرجش حد منكم ليه يتكلم في امر حادث رفح وما حدث لجنودنا ورجالتنا ولا هنسمع حسك يا داود ولا حس حد من سراصيرك على الكلام اللي تقال بخصوص الدية على لسان احد لواءات القوات المسلحة السابقين الدية اللي هي في الاخر ترسى على ترميم معابد اليهود يبقى هما بيقتلوا عيالنا والدية ان هما يصلحوا معابدهم يعني دي الداية ده ايه الهوان والاستهانة والمهانة اللي احنا فيها دي ويا ترى القوات المسلحة ايه رأيها في الكلام ده ويا ترى يا داود هي دي القوات المسلحة اللي انت بتحبها واللي انت عاوزها البلدك واللي انت بتتشرف بيها لا مش هي دي القوات المسلحة اللي احنا نتشرف بيها القوات المسلحة اللي تسكت على اختيال رجالتها والتضحية بيهم وفي الاخر تكون ادية بتاعتهم ترميم معابد للعدو. الكلام ده مش منطقي ومش مقبول ومش مفهوم ومش داخل العقل ولا الدماغ ولا اي حاجة خالص. انتو بس مش فالحين غير لعمر سليمان وابناء عمر سليمان للقيصر للمحمد عيسى كده. انتو مش فالحين غير في كده. اي حاجة من الحتة دي تطلعه تهوهو وتهبه وتشويهه وتجذبه وتشتمه وتلعنه. ده اللي بنشوفه منكم. لكن ان انتم تقولوا كلمة حق لله ولرسوله دفاعا عن الوطن وعن مقدراته وعن مقدساته وعن شعبه وعن جيشه وعن لا 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 انتم قصة كلها متاجرة في متاجرة في متاجرة وخلاص نضرب عنوان وكره للجيش وكره اللي مش عارف ايه وبتاع واي هابل. طب انا عاوزك يا داود تراجعك كويس كلامك معايا في خارج الحدود. وتشوف كده على مدار الستة مواسم انت قلت ايه وتكلمت ازاي وكلامك ده ده سامير رمضان يا رجل اعملك حلقات ينادي بالقبض عليك. بسبب ان انت بتهاجم المؤسسات. وبتهاجم رئيس الدولة وبتاع ايه ما كنتم بتلعب وماتش البنج بونج بتاعك. ولا ايه? ولا انت بتنسى? ولا لازم يكون شواء وضوء ده عطعلك وزيعلك وانشرلك. كنتم قاش حمار بقى للاخر كده. يعني قاش غابي ومستهلك. قاش غابي ومستهلك. الحقيقة يعني آآ تعليقا على موضوع رفح واغتيال آآ جنودنا واستشهدهم. استشهد رجالتنا. في تويتا انا يعني حابب استوقفتني يعني. واستوقفني الكلام اللي فيها دون الاشارة لمين اللي كتبها. الفرق بين مصر البلحة واسرائيل العظمة. مصر البلحة واسرائيل العظمة. ده مش محمد ايسا اللي كاتب بقى. ده ناس تاني. ولا انتم عندكمش محمد ايسا هو لما بيتكلم هو ده اللي بيوجعكم. لكن ما علينا يعني. آآ في حادث اليوم في معبر رفح. قامت اسرائيل بتكريم الجندي الاسرائيلي الذي قتل الجندي المصري ومنحته رتبة واحتفلت به كبطل. عندما قام الجندي المصري محمد صلاح بقتل جنود اسرائيليين في الحدود تم الاتي. قامت اسرائيل بقتله. اعتذرت مصر لاسرائيل ووصفت الحادث بالارهاب. ودفعت ديات الجنود. رئيس المخابرات المصرية زارة تل ابيب وحضر جنائز قتل الجيش الاسرائيلي. شرطت اسرائيل عدم اقامة جنازة للجندي المصري ودفنه كارهابي ونفذت مصر ذلك. قامت الامارات بدفع تعويضات للجنود. الجيش المصري فين? مجزرة مخيم النازحين برفع. الجيش المصري فين? ده الفارق وهو ده الواقع اللي احداث كلها بتصرخ بيه معلنة حقيقة الوضع. حقيقة الوضع. اه محمد صلاح اللي لولا يعني اه رجال صدقوا معها اهدوا الله عليه ولولا ما اقام به الاخ العزيز القيصر من من عملية خاصة هو احضر الجسمان ما كان اصلا دفن في مصر. ما كان اصلا دفن في مصر. فهو ده الوضع يا داود. هو ده الوضع. اه وهو ده حال القوات مسلحة اللي انت زعلان ان احنا بنلومها. واللي انت بتتهمنا بان احنا بنكرهها عشان بنستنفر الرجال اللي فيها لجل ما يبقى ليهم موقف. فهو ده الوضع. لكن انت ما تقدرش تقول الكلام ده. انت ما تقدرش تقول الكلام ده. انت ابعد ما يكون على ان انت تقول الكلام ده او ان انت تصيب الحق والحقيقة. اه وتبرزهم للناس وتعلق عليهم وطاقف اه وقفة الرجال. انت ما قالكش في الكلام. تليك في التآمر في التحايل في الكذب في الخداع في الدجل في السحر في القاء اه اه طلاص المتعاوزات في البصوص بتاعتنا عشان الناس اللي بيتفرج ينام اللي بيتفرج يزهق اللي بيتفرج كده يعني 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 ما احنا مش عارفين انت بتعمل ايه. وبالمناسبة بقى وبنسبة الحق والحقيقة يا ترى اه ممكن نسمع منك كلمتين بخصوص ما يحدث في مصر من اه افترة في زيادة الاسعار على كاهل المواطن. عجبتني تويتا برضو شفتها كده. اه محتواها عجبني. فاسمحولي ان احنا نتناول التويتا دي مع بعض. وآآ نوجه الكلام لمحمد ايسى داود. نقول له مش ناوي تتكلم في اي حاجة من دول. في اي عنوان من دول. مفيش حاجة من دول بتثير انتباهك. آآ نحو الشعب ونحو مصر اللي انت بتدعي ان انت صحابي مصر. وان انت مظهر الرفاق وممهد للمهدي وكده. لشان ما فو بقى لك موقف لك كلمة ضد منظومة الشر اللي شغالة دي ولا انت بتعزف معهم نفس العزف. ولا انت بشوخ ببالك. عموما نبص كده التويتا دي بتقول ايه وانتناقش فيها. ده حساب اسمه حدثة بالفعل. بيقول لك تعالوا اسطفوا ورا الوطن. نيجي نسطف يا معلم. هوب زيادة اسعار الادوية 40%. هوب رفع الدعم عن الخبز. هوب زيادة اسعار الوقود. هوب تخصيص الصحة وبيع المستشفيات. هوب زيادة اسعار الكهرباء. وهتف الشعب حكومة وزخة يا ولاد الوزخ. ببنسمعش منك حاجة يعني بخصوص الكلام ده. ببنسمعش منك حاجة بخصوص الامعان في زيادة الاعباء على المواطن ومصه اقتصاديا وتجويع الناس وتفقرهم وبنسمعش منك يعني. وكلامي هنا للناس. احنا قلنا لكم من شهرين تلاتة فاتوا بان القادم صعب اقتصادي. لما راس الحكمة وراس جميلة وراس الخيمة وراس ال اه وكل الرؤوس اللي اتحركت دي وتباعت والمليارات اللي اسمعنا عن او اوعي الانفراجة وبتاع خرجت لحضراتكم وقلت لكم كل الكلام ده في الاوانطة وكل الكلام ده وما هو قادم صعب اقتصاديا وهيتم زيارة الاسعار على حضراتكم وهيتم تعوين تاني للدولار عامة قريب. وهدي الاحداث هي الايام بتمشي واللي بنقوله بفضل من الله هو اللي بيتم وهو اللي بيتحق. فحضراتكم السبب. حضراتكم السبب في غلاء سعر رغيف العيش انه يوصل لعشرين قرش من خمسة ساغ لعشرين قرش. بدل ما كنت بتجيب عشرين رغيف بالجنيه بقيت بتجيب خمسة رغيفة بالجنيه ايها الرجل الفقير المعدم التعبان. يعني انت لو كنت في اليوم بتجيب اربعين رغيف عيش باتنين جنيه تحطوهم جنب العشرة جنيه بتاعت الفول اللي بتاكل بها الايال فخلاص النهاردة مش هينفع معك تعمل اللعبة دي. عشان تجيب الاربعين رغيف هتجيبهم بعشرة جنيه. لان النهاردة الخمس ترغيفها بجنيه. يبقى خمسة. في تمانية تمانية جنيه. يبقى تجيبهم بتمانية جنيه. الاربعين رغيف بتمانية جنيه. بدل من يكونوا باتنين جنيه. والفول طبعا هيزيد والطعمية هتزيد والبطاطس هيزيد وامش ومش هنجيب لسرة الكشري. مش ان الكشري اقل طبعا نهاردة بخمسين جنيه. اقل قلبها بتلاتين جنيه. ده لتأكل بني ادم يعني. فانا مش هجيب سرة الكشري. خلينا في الحاجات اللي هي الفرضاني. فوالله اعلم النهاردة العشرة جنيه والخمسة جنيه فول هيكفوا كم فرض? فردين تلاتة اربعة الله اعلم. لكن بتكلم في رغيف ليش? اللي هو حد الكفاف. بدلا ما كنت بتجيب عشرين رغيف بجنيه بقيت بتجيب خمس ترغيفة بجنيه. وده الكلام اللي العبد الفقير قاله من سنة وشهرين لما اتكلمت على موضوع اشحن عشان تعيش. لما قالك العيش هيبقى بالشحن. تشحن البطاقة وتسرف العيش بتاعك. فساها اتكلمت قلت اشحن عشان تعيش وخرج علينا العنفواني الارجواني سامير رمضان وكان زعلان اوي برضه هو التاني ومتحمس اوما ومتنحرر. مش سمعين صوتك يا انا سامير? ليش تبت زبط التكعيبة بتاعة الباربيكيو? ايه عم ده انت بالك كتير اوجد? فيعني الحقيقة مفيش حاجة اا اقدر اقولها لحضراتكم غير ان حضراتكم اا السبب. حضراتكم السبب ايه سكوتكم. وهنا طبعا اا بيجي بقى ايه النقطة الحساسة شوية اللي هي بتاعت طب انتو عوزين من هنا ايه? مش انتو بتقولوا يوقز الصحابي اهلها من سببات. صح? بس اي سببات? اا السببات اللي يوقز الصحابي اهلها منه هو سببات الغرق في خدع الدجال. اا سببات كشف حقيقة الماسون ومخططاتهم في مصر. سبات كشف حقيقة ما حصل وحدث في السنوات الاخيرة. لكن مش سبات اللي اعتراض على الظلم. مش سبات اللي اعتراض على الغلاء. مش سبات اللي اعتراض على الكفر. معلش يعني دي حاجة مش بحتاجة سبات. دي مش حاجة بحد يصحيك منها. دي حاجة قدام عينيك. مستني ايه عشان تصحى. يعني الكفر عيانا بيانا. الغلاء الاسعار عيانا بيانا. الفساد عيانا بيانا. السرقة عيانا بيانا. السحر بقى عيانا بيانا. الاضاحي بقى عيانا بيانا. فاي سبات تاني يعني اي استيقاظ انت تقصدوه. اي استيقاظ انت تقصدوه. الخلاص يا سادة مش مش من شيء واحد. الخلاص ده من عدة اشياء. في امور لازم الناس هي اللي تقوم بيها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بانفسه. وقبل كده انا اشرت ليه سيدنا سليمان عليه السلام بتدرج المدد الالهي له. هل سيدنا سليمان ممكن كل التمكين بتاعه مرة واحدة كده في يوم يعني سحي من نوم الصبح. ربنا سبحانه وتعالى قاله خد يا سليمان راح واخد. لا. يقوله مش تدريجية. في الاول جاهد بنفسه وبقى ينتقل من مدينة الى مدينة ومن قرية الى قرية وبيحارب هو وجيشه بيحاربه الشياطين وبيحاربه الانس اللي انضمه للشياطين. لما الامر بقى مرهق عليه وبقى شاق وبقى الخيل تقبت منه وكده. ربنا ممكنه الريح. لما وصل الامر بقى لدفاع عن القدس وعن المسجد او عن المعبد او عن يعني الرمزية الدينية والقدسية في القدس. وكان عدد الجن والشياطين فوق الوصف اكبر من عدد الانس. فربنا ممكنه بالخاتم. الامور بتمشي تدريج. كل ما الانسان بيجتهد خطوة وبيرتقي خطوة الله يمكنه اكتر. مش هو قاعد على مكانه نايم مفخد وعايز ربنا يمكنه وربنا يساعده. لازم الانسان يبادر. لازم الانسان يبدي الانية. لازم الانسان يبدأ هو بالفعل. اللي يبرعن به لربه انه عايز يتغير. ولا ايه يعني? ولا الانسان يفضل اعمل انخ كده في مكانه مترمخ وما بعملش حاجة وعايز ربنا يعمل له. لأ. وقلت قبل كده الارتكان ليوقز اهلها من ثبات ده ارتكان خاطئ. يعني ارتكان غلط. زي بالزبط كده الاخوة الشيعة المنتظرين المهدي. المهدي المنتظر. ما غلط. الفكرتين غلط. احنا علينا ان احنا نعمل ونبذل ونجتهد. الباقي بقى يجينا عند الله. الله سبحانه وتعالى لما يلاقينا احنا مجتهدين فيمدلنا يد العون. فلما نطلب من انه المدد يمدلنا المدد. مش هو احنا قاعدين منفرج على تلفزيون وانتبع الاغاني وانتبع الكورة وبن. لأ. لابد من اه الناس تاخد زمان المبادرة في النقطة دي. انت يا دا داود خد الاعتراف ده من عمك ايلون ماسك. لما بيقول لك ان ايلون ماسك كائن فضائي. وطبعا دا موضوع يعني قيل قبل كده برضو على لسان مارك الوب بتاع الفيسبوك. واا ايلون ماسك مش اول مرة يقول ايه الكلام ده. دي نقطة ياريت محمد عيسى داود يطلع يفهمها للناس. ويشرحها للناس. يعني ايه ايلون ماسك كائن فضائي. يقصد ايه يعني? اه يقصد ان هو جن متجسد. يقصد ان هو ايه جن متجسد. مش ان هو كائن فضائي. هلون لا بيكلفش حسمها كائنات فضائية. لكن طبعا هم الجن عشان بيسكنوا السماء الاولى فبيعظموا من شأنهم يعني بيامنوا نفسهم ان هم جايين من حتة تاني. لكن في النهاية هو بيتكلم ان هو جن متجسد. ومش هو الواحده. ده اخرين. ودي جانب من علوم الدجال. ده جانب من علوم الدجال اللي انت بتحاول تقلل منها وتنكرها وتعمي عليها وكده. لا حبيبي. ده جانب من علوم الدجال اللي من خلاله الجن بيتجسد وبيسيطر. او ايلون ماسك هو رجل اعمال وملياردير ومخترع ومقدم ومبتكر وهي صعينا. الكل يعلم من هو ايلون ماسك. ففي النهاية يا ريت اختطى تتكلم. تقول يعني ايه كلامه ده اعترافه اللي مش الاول. مش اعترافه الاول. بانه هو كائن فضائي. لا الحقيقة هو جن متجسد هو واخرين وناس كتيرة جدا من اتباع الدجال هم جن متجسد. يعني المدد من عند الله فعلا. يعني انا لما السنة اللي فاتت واجهتك بموضوع المهدي المزيف بتاعك اللي انت كنت بتعده انت وحسب الله. طالبت منك ان انت تنصر صوره. فانت زيتها نشرت الصور معينة كده صورتين. نشرتهم كده ايه? وطلعتهم كده ده من الناس في الاوانتة يعني. وانا زيتها تردت منك تنشر صورة محددة. اقول الاسع في الصورة دي ما كدش معي. لكن مدد الله بقى ان الصورة جات لي. فده صورة الود اللي انت كنت عاوز تعمله مهدي وتقدمه للناس مهدي. اه صورة بتؤكد ان هو مصنوع ومصطنع ومغرور ومتكبر ولا فيه من من ايه? فيه من النورانية شيء. وده التعليق اللي انا قلته لك في وشك في بيتك بمجرد مشروط الصورة دي عندك كنت كنت تطبيحها وحاطتها على المكتبة. قلتلك ده لا يمكن يكون المهدي. النظرة دي والقاعدة دي والبوز اللي هو واخده ده مستحيل الامام المهدي تكون هو هي دي صفاته او هو ده بتاعه او هو ده اسلوبه في السوداء واحد بيقدم نفسه وهي حتة ان انتو مصورينه في التلج يعني. هو كده حبوا على التلج هو المهدي هو اللي هيجي حبوا على التلج ولا الناس اللي هاتبت تروح له ولو حب ولو ولو دي فيه فرضية. مش مش تأكيد. مش عمر حاكم يعني ولو دي ولو حبوا على التلج دي فرضية. اني لو الظروف حكمت عليك ان انت عشان تروح تبايعه تحبو على التلج احبو على التلج مش هو اه في بلاد التلج. ولا هو اللي هيجي من حبوا على التلج يعني لكن انت طبعا بتزبطوا تزبيطة من دماغكم انتو. وفق السيناريو الفاشل اللي انتو عاملينه وحطينه لظهور الامام ورجال الامام. فانا بس حبيت يعني ايه اوري الناس الصورة. وحبيت افكرك بيها. وفكرك يعني بالنصبية بتاعتك. وانما كده ايه حرق لك الودة. حرق ايه ايه تام ونهائي وكامل. كامل كمال الكامل. اه بس مش كامل الفاتح الشرخ. لا ده كامل كمال كامل. ايه رأيك في كلام ابن خالتك شغلة الولى ايدي كوهين عن محمد صلاح ونصحته للامتين العربية والاسلامية. عايزينك تاديو تتع تتكلم وتقولينا رأيك في الموضوع ده ايه? خصوصا ان انت بتحب ايدي كوهين يعني. وبتعزه ودائما بتتوجه له رسائل وبتخطبه وبتدعولي الاسلام وكده. فعايزين يعني منك تسمع الاول الكلمتين دول وتفهمهم وتطلع كده ترد عليه او تقولينا رأيك في الكلمتين اللي بيقولهم ابن خالتك شغلة. الامة العربية الاسلامية يلومون وينتقدون اللعب المصري محمد صلاح حول انه لا يكتب شيء حول ما يجري في غزة ورفح. حالكم يا عرب ويا مسلمين يرثى لهم عددكم اكتر من مليار ونصف ولديكم دول وجيوش والاموال الطائلة. ووزراء وحكام ومسئولين. وتريدون نصرة غزة بتغريدة لاعب واحد. هزولت. ها ايه رأيك? مش هطلع تحل الكلام ايدي كوهين او ترد عليه او تقول له كلمة كده ولا كده ولا انت مش فالح غير لعمر سليمان وابناء عمر سليمان للقيصر والمحمد عيسى مش فالح غير في كده. معلنا يعني. طبعا ردا على ابن شولة يا ابن شولة اللوم للواد الاسم محمد صلاح ده مش عشان طلبين نصرته ولا عشان هو الكلمتين اللي هيقولهم هم اللي هينصروا غزة وينصروا نصروا اهلها وينصروا رفح وكده. لا لا لا. الناس بتتعجب وبتستغرب من الخسة والندالة والعمالة اه والدناءة اه بتاعت اه رجالتكم المزرعين في جسد الامة العربية والاسلامية. الناس اه من حقها تعبر عن استياءها نتيجة الخداع. الناس هي اللي صنعت نجومية محمد صلاح وامثال محمد صلاح. فالناس مش بتطلبة نصرة محمد صلاح. الناس طلبة منه ان هو يكون راجل. لكن هو مش راجل. هو زيكم. زي وزيكم. عادي يعني. فهيجيب الرجول منين. هو عموما الجميل في الفترة الزمانية احنا فيها دي ان الوجوه بتنكشف والاقنعة كلها بتسقط. سواء بقى على المستوى السياسي المستوى الديني المستوى الفكري الثقافي الاعلامي المجتمعي. يعني الدنيا كلها بتتضح وبتبان وكل واحد بيبان على حقيقته وكل واحد آآ بتبان معدنه الاصلي. وآآ انا يعني كنت نفسي اتكلم في الموضوع من بدري. بس يعني الظروف ما ساعدتنيش. انا يعني اقايد وآآ اشارك في حملة للمشاهير. المشاهير اللي بيشاركه في اي حاجة تغنم الكيان مش اه مش تعمله آآ عدم متابعة لا بلوك. سيبكم من ان التكسب والتربح ان هما هيخسروا فلوس وكلا لا لا انا مهمنيش كلام ده. انا ليهمني ان الرسالة توصل بان انتم جمهاريتكم قلت شعبيتكم انطفت. ما بقاش آآ ينطالع على الناس كسبوكم وخداعكم. ان ما احترنتوش انفسكم الناس هتتهاسكم بالجزم. يهمني الرسالة دي اللي توصل. فارجو ان احنا نشارك في الحملة دي. واللي عامل فلو او متابعة لاي سياسي او فنان او رجل دين او رجل مجتمع او اعلامي او مفقف او مشابه او سبيكر من اللي بياخده مواقف آآ في صالح الكيان بنفضلك اعمله بلوك فورا. نص ساعة اقعد فلتر فيسبوك تاعك فلتر تويتر انستجرام فلتر. نص ساعة كده مش تاخد منك حاجة يعني. واللي تقيه في وشك بلوك على طول. مش او انفريند او انفولو لأ بلوك. لان البلوك ده بقى ليه في اه يعني في الحسابات او في الاحصائيات في الاخر له معنى ولو قيمة. فهو لما يعرف اتعمله بلوك قد ايه اه ده اه يكون له اثر معاه. والحمد لله ان الحملة شغالة ونجحة سواء في امريكا طبعا هم اللي بدقوها الاول او في اوروبا والوقات دخلت الوطن العربي. فانا انضم الى هذه الحملة واطالب حضراتكم بالانضمام لها حملة بلوك للمشاهير الذين يساندون الكيان ولو صمتا. ولو صمتا. يعني اه النهاردة اه بالصدفة كده بقلب في الحساب بتاع خارج الحدود على تويتر وبشوف النوتوفيكيشن بتاعته فالقيت نوتوفيكيشن غريب شوية. بس النوتوفيكيشن بيأكد ان فعلا الدجال بابليس برجالتهم باتبعهم. لا انتوا اغبية قوي. اغبية ببجاحة. يعني في ايه اه اه غباء وبجاحة وصفاقة. التلاتة مع بعض يعني. واحدة باسم اه حساب اسمه سمراء. فسمراء عاملة رتويت للتويتة دي اللي انا بهزق فيها السيسي وبسخر من المنشبتات اللي بتتكلم عنه بانه هادي مرسل وانه هدية سماء وانه هزم الاشرار والكلام اللي احنا نقشناه في العبس والعبسين يعني. فالهانم واخدى التويتة وعملالها رتويت وكاتبع عليها من فوق ده كلام ده في 17 ابريل اللي فات. مصر سمام سمام امان المنطقة الرئيس السيسي. مصر سمام امان المنطقة الرئيس السيسي. لا مش فاهم يعني بجد مصر سمام امان المنطقة على ايد مين? كده يعني زي كده بالزبط اللي بيقولك ايه يا عمى مصر محروسة مصر محفوظة بمين? بايه يعني? للنف لله كده ولا بعمل اهلها بانضبطهم بتركهم للفساد وما شابه. مصر امان المنطقة امين? ده احنا بنكل على افانة ليه النهار يا ستة ستة صمرة? بنكل على افانة ليه النهار? عسكرية اختصادية سياسية دبلوماسيا رياضيا فنيا اي حاجة في اي مجال احنا بنكل على افانة. فين مصر سمام امان المنطقة دي? لكن هو الغباء له ناسه والناس دي يعني امعنت في في الهابل وامعنت في البجاحة. كلهم ماشيين بمنطق ومنهج الدجال في تعامله مع سيدنا موسى عليه السلام الله في صورة طه هكذا سولت لي نفسي. هو كده اه انا عملت كده واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه عنه معاجبه. هو اه البجاحة اه يعني منهجهم والغباء اه عنوانهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. اخيرا وليس باخر هدي مؤخرتك يا داود هديها مرهمها. يعني مرهم المؤخرة وممكن تجيب زيت جوز هند. في زيت الجوز هند وتسأسأ كده عن مؤخرة مكان الشريحة. عشان الشريحة في الترترة. انت طبعا عارف الترترة دي ايه بالزبط. فيعني هي انسأسأ بقى. وهدي مؤخرتك. ومالكش راعة بقى. وخلاص بقى وفقك بقى ايه من الجو الهبل بتاع سراصيرك. وانت فاهمني. فقك من جو الهبل بتاع سراصيرك وانت فاهمني. عشان انت مش توصل لحاجة. اه وانت اه نهايتك هتكون بين عينيك. بين عينيك. تلاتة جميلة الاربع. من الاخر يعني. زي ما الولاية كده والود التانية محرقين. فانت بين عينيك. فايه هانت ان شاء الله. لان فرج الله قريب. وقريب ده مش معناه بكرة ولا بعد. بس هو قريب. انا انا استشعره قريب. بالناس بقى بمعجزة من السماء. ايا كان. المهم. ارجو من حضراتكم ان انتو اه يعني تتحملوا المسئولية. ارجو من الناس ان هي تعرف تمام المعرفة بان لا خلاص الا بان يغيروا ما بانفسهم. ولا تغيير اه بما في يعني بما في انفسنا الا ان نعود عبادا لله بحق. وهنا ردا على يعني اه تساؤل بعد الفيديو الاخير لبعض الناس اللي بقول ايه طب انت عاوزنا نعمل ايه بالزبط ومش نعمل ايه بالزبط وكده. يا سيدي اه اول انت فاضح تعملها جوا بيتك. تشوف حالك مع نفسك حالك مع اهلك. انت واكل حقوق حد. انت مختصب شيء مش بتاعك. انت بتكيد لحد. انت بتحسد حد. انت بتسحر لحد. شوف نفسك الاول. صلح من شأنك انت الشخصي الاول بعدين شأن بيتك وقصرتك واولادك. وبعدين شأن من حولك. اه شوف نفسك الاول ثقافيا انت ثقفت نفسك بالقدر الكافي. اهلت عقلك بالقدر الكافي. اهلت اهل بيتك بالقدر الكافي. اهلت من حولك بالقدر الكافي ولا لأ. اه شوف نفسك على المستوى الروحي. على المستوى النفسي. كل الامور دي. ابدأ ببيتك الاول. ابدأ بنفسك وابدأ ببيتك. ازا بدأت بنفسك وببيتك. بجدية. وباخلاص. وباقبال على الله. وبتدرع داخلي لله سبحانه وتعالى انه يوفقك. فثق ان الامور هتمشي. اه في الاتجاه اللي انت عاوزه. اه فياريت نبدأ بانفسنا. نبدأ باهلنا. نبدأ ببيوتنا. نبدأ بزمائلنا في العمل. نبدأ بجراننا. نعلو من كلمة الحق في اي مكان. في اي زمان. تحت اي ظروف. دون ان نخشى شيئا. ونثق بان من يدافع عن الحق. فان الحق سيدافع عنه. بإذن الله تعالى نلتقي قريبا من خلال اليوميات مرة اخرى. وان شاء الله انا بجهز الظروف معايا في خدمة الانترنت عشان يبقى معايا اه انترنت قوي واقدر اخرج لحضراتكم في لايف زي ما وعدتكم. الى ان نلتقي على خير. خالص تقديري وتحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نعود ثانيا عبادا لله. فان شئتم فاطيلوها. وان شئتم فقصروها.